شامي كان حابب ان هو يكمل بس هو يعني احنا طريق اتمسك بيه قوي طب على ذكره احمد الشيخ هو جاي بديلا لابراهيم حسن تمام ايه قصة ابراهيم حسن ابراهيم حسن يعني جاي لعقود وجاي لعروض فعلى فاكرة من مصر وخارج مصر تمام فهو احنا يعني حاب ان هو يبقى ليه فرصة فاحنا وفقنا كيف تنتظر هو اللي حب ولا كابتن طارق اللي ما حبش بص يعني حتة دي بالنسبة ابراهيم بلاعب كبير اه انت مش عايز محرك تقولها لانه ده عشان مايقللش من ابراهيم حسن انا عمر معلم ابراهيم حسن مفهوم عشان هو فعلا لعب كبير حقيقي لعب كبير جدا ومع الاتحاد كانت من احسن فتراته اوه لكن هو ممكن تبقى طريقة اللعب مثلا كذا كذا طريقة ليه لعب طريقة معي انا فهو حاب ان قاعدوا مع بعض انا انا اجيب عرض وهو ممكن يومش يعني اه ففي كذا عرض فعلا المعرض فيه عروض منها ما هو محلي في مصر من خارج مصر اه يعني خلالي 40 ساعة يحصل الموضوع لان انا كانت يعني كان عندي خبر قلته حتى من كام يوم لو تحب تعلق علي انه انه الاستغنى ممكن ياخده لفين الاتحاد مفيش استغنى لا 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 بيش استغنى اه يكمل في ندي الاتحاد يكمل في ندي الاتحاد بسأل الحد قيمة الانتظار لا لا بش كم انتظار هو موجود موجود جوه الفريق عادي لو مفيش عرض القيمة اللي قولك كان موجود فيها قيم حصل مفهوم مفهوم اه ودي بقى الامانة اللي تحقم عليها ان انا اشوف مصلحة الناتح مفهوم تماما طيب ده هيوديني بما اننا منتكلم على الفلوس والقصص السادس محمد مسلحي قالها صريحة انا استقلت مع الحاح من الموظفين مع اللعيبة بتنزل وبتنزل بانر هنكمل المشوار مع ناس تطلع تقول رفضنا الاستقالة الوزير نفسه بيعلن رفض الاستقالة واختفاء للأستاذ محمد مسلحي وتصميم على الاستقالة لا اختفاء خالص حقيقة ايه اللي حصل ساعتها وليه التصميم ده وإيه اللي خلاك تاخد قرار بالتراجع عن الاستقالة خلينا اتطفق بس ان انا موضوع عن استقالتي الناس فصلتها بمعنائين يعني موضوع كان فيه بعض الصبية انه هم ابتدوا انه هم يعني يتكلموا كلام انا مش عباله علي ولا على الاسرتي والمفترض ان الناس في مصر كلها مش بعشين او تلاتين واحد هم اللي يغيروا فكرة الناس عن محمد مسلح دي كانت جزئية في الناس فكرة ان انا اشتركوا في القناة